ننتقل إلى الجلسة الختمية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته التاسعة والعشرين داعيا لله عز وجل اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد هذه المحبة للوطن هذه المحبة للأرض لمراتع الصبا لبدايات الإنسان احترمها الإسلام بل وجيشها وأثارها الإسلام يحترم ويزيد ويوقظ كل شعور طيب في النفس الإنسانية ولو كانت مشاعر الوطنية ومشاعر حب الوطن والحنين إليه لا تليق بالمسلم لا قدر الله لو كانت كذلك ما عمل الإسلام على الاستزادة منها الشخصية الوطنية الشخصية الوطنية أو الشخصية الإنسانية والشخصية الإسلامية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية لها مقومات ولها مكونات تبنى عليها ربما ربما أيها الإخوة والأخوات أيها السادة العلماء وأنا يعني لا أقف أو لا أجلس بينكم الآن معلما أنا لا أرى نفسي كذلك أنا طالب علم وسأظل طالب علم ما حيث ولكن هو من باب التذكير فقط والاستذكار لأن زكاة العلم أو في بعض أو من بعض زكاة العلم مذاكرته مع أهله الدين الدين في المشرق العربي وفي العالم الإسلامي هو المكون الأساس والأهم في الوعي الفردي والجمعي للعرب والمسلمين لا توجد ثقافة لا أتخيل وربما توافقوني على هذا أنه لا يمكن أن نتخيل ثقافة عربية وإسلامية بدون أن يكون الدين هو مكونها الأساس وهو مكونها الأهم وهو مكونها الأبرز بعض المستغربين في مقابل المستشرقين يريدون أن ينحو الدين جانباً لا قدر الله طبعاً عند تكوين الثقافة العربية والإسلامية ويقولون الدين هذا مسألة يعني شعورية بينك وبين الله لا يا الإخوة والأخوات الدين هو المكون الأهم والأساس في بناء الشخصية العربية والإسلامية وبيناء الشخصية الوطنية حتى في القطر الواحد الدين هو المكون الأساس ولذلك إذا أردنا أن نبني شخصية وطنية علينا أن نحترم دور الدين دور الإسلام في بنائها في تكوينها في توجيهها في ترشيد حركتها في حركة الحياة المتصارع العجولة المتداخلة عناصرها بشكل ربما يدعو أو يبعث في بعض الأحيان على إثارة الخلق في بعض العقول هي بحاجة إلى من يرشدها ويقومها ويحفظ لها مسارها لا يوجد كالدين في القيام بهذا الدور ولذلك يجب أن لا ننسى وأن لا نغفل عن الخطاب الديني في تكوين الشخصية الفردية والجماعية للأقطار العربية والإسلامية وللمجتمعات العربية والإسلامية بعض من نواجه من الجماعات المنحرفة اتخذت الدين مطية والعاذ بالله ولا قدر الله أن يكون الدين كذلك لكنها ظنت أن بإمكانها أو توهمت أن بإمكانها أن تجعل من الدين مطية لتحقيق ما أريبها وتحقيق شيطناتها وخدمة أجندات من يحركونها ومن يدفعونها ويدفعون لها فأصبح الدين في عقول بعض الجهال أشبه بي سمحوني على الكلمة العامية بوعبع أنه لا بعد عن المشايخ سيبك من المشايخ هدولة بغرقوا سفن هدولة بدون من ناس تعيش في القرن الأول والقرن الثاني الدين ليس كذلك ويجب أن لا نسمع لأمثال هؤلاء ويجب أن لا نكون متطرفين في مواجهة المتطرفين في مواجهة التطرف لا يجوز أن نكون أيضاً متطرفين يعني هدول بدون يطرفوا في فهم الدين البعض بدون يروح يطرف في التحلل من الدين وكأنه المشكلة في الدين وكأنه المشكلة في الوعي الديني وكأنه المشكلة في قيم الدين وفي أخلاق الدين وفي مكونات الدين لا المشكلة في العقول المشكلة في الوعي نحن على سبيل المثال في فلسطين في فلسطين نحن شعب يحترم هويته الوطنية وليس فقط يحترمها بل يعتز بها ويفخر بها في هم من الأيام ونحن رغم أننا شعب تحت الاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عاد من الأمم المتحدة ذات مرة ذات سنة وفي استقبال شعبي له قال كلمة يجب أن تسجل قال ارفعوا رؤوسكم لأنكم فلسطينيون هذا الاعتزاز بالقيمة الوطنية هذا الاعتزاز بالقيمة الوطنية والمصري كذلك يفخر بمصريته والسعودي يفخر بوطنيته وكل يفخر بهويته الوطنية وبانتمائه إلى قومه حتى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يمدح العرب قال أحب العرب لأني عربي ولأن القرآن عربي ولأن كلام أهل الجنة العربية كأنه يعتز بقوميته يعتز بامتمائه يعتز بجنسه الدين الآن هو الأساس الذي يحركنا نحن في فلسطين نتحدى الاحتلال وكلكم تسمعون كما في انتصار أكتوبر يا فضيلة الشيخ كانت كلمة الله أكبر هي شعار المنتصرين اليوم في فلسطين في المسجد الأقصى عندما تكون هناك مواجهة مع قطعان المستوطنين أنت لا تسمع إلا الله أكبر الدين إذن هو المقوم الأساس في بناء الشخصية الوطنية ويجب أن لا نغفل عنه وأن لا نغفل دوره والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك والوقت قد قطعنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا معالي الوزير محمود الهباش وزير الأوقاف السابق لدولة فلسطين الدين هو المكون الأساسي والأهم في الوعي الفردي والجماعي وفي بناء الشخصية العربية الإسلامية ويجب أن لا ننسى الخطاب الديني يجب أن لا ننسى الخطاب الديني ربما أود أن أعلق على هذه الجملة وأقول للسادة العلماء الأجلاء أنا الأوان أن ننتقل من مرحلة الخطاب إلى مرحلة المعاملات والقضوة فإذا وقفنا عند مرحلة الخطاب فقط فستكون هناك أزمة ومشكلة يجب أن ننتقل إلى المعاملات شكرا معالي الوزير الكلمة الآن إلى الأخ الفاضل العزيز العالم الجليل معالي الوزير عبد السلام العبادي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق بدولة الأردن الشقيق ورئيس جامعة آل البيت أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أمين عام مجمع الفقه الإسلامي بمكة المقرمة ورئيس وفد دولة الأردن الشقيق فليتفضل سيادته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده وإفطاله وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن اقتدى به وسار على دربه إلى يوم الدين اسمحني في البداية أن أتقدم لجمهورية مصر العربية رئيساً وشعباً وحكومة على هذا اللقاء الطيب المبارك الذي تيسر لنا في إرحاب وزارة الأوقاف وشهور المقدسات الإسلامية ورأسها معالي وزيرها محمد مختار جمعة حفظه الله وراءه شاركت في هذا المؤتمر بعنوان بحث لي بعنوان الخطاب الإسلامي المستنير في مواجهة الغلو والتطرف ما يسمى بالإرحاب في هذه الأيام ولكن ظروف وصول البحث وما يتعلق به أدت إلى أن لا يكون ضمن ما عرض في هذا المؤتمر فذلك اسمحوا لي أن أعرف أولاً من مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي ورد ذكره في كلام أستاذنا الجليل الدكتور عبد الهادي سمحت شيخ عبد الهادي هذا الواقع هو الذي أعمل به الآن أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي أما وزارة الأوقاف وما يتعلق بالمناصب الأخرى فقد كانت لي أثناء عملي في المملكة الأردنية الهاشمية قبل ذلك وبالحمد الله رئيس وفدي المملكة الأردنية الهاشمية معالي وزير الأوقاف الحالي الذي هو دكتور عبد الناصر الذي كان حاضر في هذا اللقاء في صباح هذا اليوم فلذلك أنا أمثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي كأمين عام له ومن من تعرف ما هو مجمع الفقه الإسلامي الدولي مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو مؤسسة اجتهاد جماعي للنظر في القضايا الحادثة والأمور المستجدة والذي مستلت فيه جميع الدول الإسلامية يعني تشكيلة المجمع كما طلبه مؤتمر القمة الذي عقد سنة 1981 دورة القمة التي عقدت في مكة المكرمة في مكة المكرمة تلك الدورة قررت إنشاء مجمع فقهي الإسلامي بناء لتوجهات من الملك خالد حفظه الله وقال إن كثرت القضايا الحادثة وتعدد القضايا المستجدة في عصرنا هذا تتطلب التقاء علماء المسلمين للنظر فيها وبيان الحكم الشرعي فيما يتعلق بها وكيفية مواجهتها والتعامل معها في كافة حقول المعرفة على ضوء هذا القرار الذي صدر سنة 1981 التقى مشروع نظام الأساسية قرروا وزراء الخارجية في حينه في إحدى البلدان الأفريقية ثم ودى ذلك في مؤتمر القمة الذي عقد سنة 1983 كان المؤتمر التأسيسي للمجمع والذي التقى فيه الموثلون لأكثر من 47 دولة إسلامية النظام يسمح لهم بأن يختاروا ما لا يزيد على ثلث الأعضاء من الأجاليات الإسلامية ومن المنظمات التي تعمل في مجاله مجال الفقه الإسلامي المعاصر وحقيقة قاموا بذلك وأصبح المجتمع المجمع يلتقي ولقاءاته متعددة استضافته الدول في مجالسه المتعددة وأذكر على سبيل المثال المملكة العربية السعودية استضافت تسر دورات لمجلس المجمع الكويت استضافت ثلاثة الإمارات استضافت ثلاثة المملكة الأربونية الهجمية استضافت الثلاثين الجزائر بروناي ماليزيا كل هذه الدول استضافت هذا المؤتمر في دوراته وآخر دورة له عقدت في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم الدورة الثلاثة والعشرين الدورة الثالثة والعشرين تصدت لقضايا عديدة كان من أهم هذه القضايا الإجراءات العملية الفكرية والعملية الأخرى التي يواجه بها الغلو والتطرف وما يسمى بالأرهاب في هذه الأيام وقد أخذ المجمع قرارا في هذا الأمر تفصيليا واسعا يعتبر من أجل ما اتخذ من قرارات في هذا المجال الحيوي هذا المجمع تصدى لكثير من قضايا الأمة في استعاطه وفي كتاب لي بعنوان دور مجمع الفقه الإسلامي في البناء الدولي في البناء الفكري والعقدي للأمة حيث استعرضت أكثر من ألف ومائة قرار في مختلف مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والفكرية وأيضا فيما يتعلق بالبنوك والسقوق المقارنة والسقوق الإسلامية وما يتعلق بالتأمين وغيره من قضايا الأمة المتحددة وطيبة من إدارة المجمع في سنة ألف وتسرمية وتقريبا تسعة وتسعين أن تعيد النظر في نظام المجمع ليصبح مرجعية فقهية للأمة وبالتالي صدر نظام جديد للمجمع سنة ألفين وستة عرض لكثير من القضايا وبين كثير من الأهداف وأضح بما لا يدع مجالا للشك أن هذا المجمع بمكوناته المتحددة يمثل المرجعية الفقهية للأمة وسينظر في كل القضايا الحادثة والمستجدة بنظر أصيل مبين يعرض كل ما يتعلق بهذا الموضوع من المقولات والواقع كانت هذه القرارات التي يزور المجمع وما كتب فيها من بحوث وما أعد فيها من دراسات وما دار حولها من نقاش يسجل في مجلة المجمع التي تعتبر أساسية في هذا المجال إذ بلغ عدد مجلداتها حتى الدورة الثالثة والعشرين ستة وسبعين مجلدا وبذلك نحن أمام حصيلة كبيرة تمثل كل الأفاق التي يجب أن تصدرها في هذا العصر واسمحوا لي في الواقع وما اكتفي بذلك لأن رئيس الجلسة يشير إلى أن الوقت قد انتهى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرقنا جميعا لأن يحبه يا رضاه ويأخذ بأيدينا وحقيقة إن اختيار موضوع المؤتمر كان اختيار موفقا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من أن نعزز هذه المعاني الكبيرة التي يربز إليها هذا العنوان الدكتير لهذا المؤتمر في كل سكناتنا وكل حركاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل الشكر إلى العالم الجليل العلامة الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي على هذه المدخلة القيمة وعلى الالتزام بالوقت أيضا الكلمة الآن إلى العالم الجليل فضيلة السيد أسد الله جموالي مفتي بمهورية زامبيا الشقيقة والذي جاهد من أجل دعم المؤسسات الإسلامية الوسطية الدعوية والتعليمية بزامبيا فليتفضل سيادته مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبتة لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أود أن أشكر الإخوة والأخوات التنظيم البيت أو المنزل يأكل الإنسان وأولاده صباحا فول والطعمية وشوية من الشاي وفي الغدى نفس الطعام وفي المساء نفس الطعام سماينا باللغة العربية وإنما الآن أريد أن أغير الطعام باللغة العربية في المنزل الله والبنفسيط والمسيسي نشكر الله الناشم 타 Center the Arab Republic of Egypt and his excellency Abdul Fattah Al-Sisi the organizers Dr Jumma the minister of Akuaf تابعنا معكم مشاهدين الكرام وعلى الهواء مباشرة جانبا من الجلسة الختمية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في دورته التاسعة والعشرين الذي جاء تحت عنوان بناء الشخصية الوطنية والحفاظ على هويتنا